بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معاكم مستر احمد البشر ان شاء الله هنبدأ مع بعض الاسم فور في فيم تو سايبر سيكورتي سايبر سيكورتي هو الحماية من البرامج اللي بتحاول تسرق المعلومات بتاعتك وهنا في مجموعة من البركوشن او الارشادات او الاختياطات اللي مفروض نتباحها بشكل طبيعي اصلا عشان نحمي نفسنا من او نحمي الاجهزة بتاعتنا كمان من الاتاك او من الهجوم عليها او سرقة البيانات بتاعتها هذه البركوشن سايبر سيكورتي انت بروتيكت الكترونيك ديفايزز زي ايه مثلا واللي اولا لما تيجي تتعامل على الانترنت استخدم براوزر يعني استخدم براوزر ويكون سيف يعني يكون امن and install antivirus protection يعني اعمل نظام حماية للجهاز بتاعك only allow friends and family to view your social media ما تخليش اي حد يطالع على السوشيال ميديا بتاعتك استخدم باسورد قوي use strong password change وكمان غيروا كل ثلاث شهور verify websites that you frequent are real safe and age appropriate يعني حاول ان انت تستخدم مواقع امنة وحقيقية verify information you find to make sure it is accurate المعلومات اللي انت تحصل عليها حاول تتأكد انها معلومات صحيحة don't communicate with people you don't know or who make you feel uncomfortable متعملش مع الاشخاص اللي بيخلوك مش مرتاح don't share personal information online متحاولش ان انت تشارك المعلومات بتاعتك بجاكل كبير online الاتاكس او الهجوم على الانترنت بكل اشكال زي مثلا المالوير والسبوفينج مالوير ده بيكون هجوم greatest cyber security يعني هو ده اضخم هجوم ممكن يحصل بيحصل هجوم على الشركات وبيحصل هجوم مثلا على المواقع الكبيرة بيسرق البيانات كلها وده اسمه مالوير او الفيروسات اللي هملاقة وفي بقى حاجة اسمها سكار وير سكار وير ده جاي من سكار يعني بيخدك تلاقي كده تلاقي علامة كده على الكمبيوتر وانت تصفح اي موقع او برنامج او كده تلاقي الرسالة جاي لك ايه جهازك فيه خطر حمل البرنامج ده الان هو اصلا جهازك مش في خطر ولا حاجة والبرنامج اللي انت هتحمله ده اصلا هو الفيروس فانت تقول ايه ده انا جهازي في خطر لما اروح احمل البرنامج ده هو اصلا البرنامج ده اللي هيسرق معلوماتك يبقى is a type of malware that pretend you to be a virus alert طبعا ايه اللي بيحصل skill we're tell you to click on link بيقول لك دوس على اللينك ده يقول لك ايه دوس على اللينك ده عشان تشير الفيروس وهو أصلا actually the virus هو أصلا ده الفيروس طبعا ده ممكن يعني بييجي عن طريق unsecured Wi-Fi إنت داخل على Wi-Fi مثلا open في الشارع كده فممكن يأثر عليك في باحة اسمها spoofing ودي cyber criminals they tend to be a business or no person in order to trick you to provide your information or click on safe links يعني بيجي لك يقول لك إحنا شركة كذا كذا وإحنا مهتمين جدا إن إحنا نقول لك عرض خطير وعرض حلو بتاع يدينا بييناتك عشان نبعط لك الهدية بتاعتك ودوس على link ده عشان تسجل فدوس إنت على unsafe links على حاجات مش آمنة وساعتها بتلاقي إن في virus installed in your device تسجل أو في virus على جهاز بتاعك ويسرق كل معلومات طب إزاي إزاي أنا أحمي نفسي من السايبر سيكوريتي أو الحاجات اللي هي لأتاكس دي يقولي let your contacts خلي الكنتكستاتك know right way so they avoid opening anything suspicious to protect those you know from the same سايبر ثرت يعني لو حصل أي هجوم عليك بلغ أصدقائك باللي حصل عشان يعرف use antivirus software استخدم دايما antivirus confirm security setting or up to date دايما اعمل update للpassword بتاعك غير الpassword بتاعك دايما the best to change all password even if you think you have only been hacked on one account يعني أنت نفترض أن أنت اللي عندك هيسها بك كتير فيسبوك و جوجل و مش عارف إيه واتهجمت على فيسبوك لا غير كل البصورتات ممكن يكون الحرامي ده يسرق كل الايه الأكاونت كدنا نكون خلصنا listen 4 إن شاء الله نتقابل فيه الليسن اللي جاي باتمنى لكم بإذن الله كل التوفيق والنجاح كنت معكم مستر أحمد البشر